موسيقى سبعة الفل نوارت الماخر تشربه ايه؟ مش وقت تتعرف خالص يا قضل بقى جللت بادي مقابلني الباريس احنا جاين نعمل ايه؟ ليه؟ ليه؟ ليه المهمة دي؟ طالما قطبنا حد اينا وماتي الكلام يا فاندي منطري دي ما تنسبنيش بس هو متعاشم فينا شوية معليش هافيني ملف المجتهد ده؟ انا رايحك وعكي لك كل عاجل بقى كله بيفهم بكل عاجل بقى كله بقى رايز اسمح بقى من الممكن لك هافهد منك بدل ما قولهم لك حلم بقى لك هاتشوف مني هف؟ احنا اللي بتنقى نتفاجي بيه اول ما تنمح علم عايبك واعلن عنه هيبقى ميت نيزة لكن لو دريته هيبقى مليون عيب يا دي انت متعلم الكلام عليك ابر انت عملا فيه حد تاني اللي كلمة زي دي انا ممكن اعمل معاي ازاي تقولي كلمة زي دي؟ انا الصخير جاهزة سائل خير على مشاهدين تلفزيون النهار وحلقة جديدة من واش واش دي بحلقة النهاردة نجم استثنائي نجم في كل حاجة نجم في الشياكة نجم في التمثيل في السينما في التلفزيون مين بيحبش محمد رجب من بدري نفس اعمل معاكم الحلقة دي بس الحمد لله يعني جت فوقتها جت فوقتها فعل نرجع بقى تاني لمسلسل الوينش مفيش حاجة في الورق قلقتك وانت بتقرأ الورق الله الله ايه اكتر عمل شفته الفترة اللي فاتت وقلت يا سلام يا وانا اللي كنت عملت ده ما عنديش الحتة دي بتستنى تلفزيون من مين مع اول حلقة من مسلسلك او من نزول فيلمك اي حدة الدنيا بيباري كليبه ومو بسود طب ايه الفاكره حصل معاك من المواقف دي اعزم واحد صحبي على فيلم اول فيلم اعمله انا واحمد اعزم مسكرات مراقق كنا في السنبة وكان في الشتاء واول ما ظهرت ابتدى وراي اشتيمة بقى طول الوقت فانا بينه وبينك لقت رحو ايه كنت ساعتها معايش عربية فراحدداني مفتاح العربية قال لي بقولك ايه خد مفتاح العربية استناني فيها عشان ما نتدرفش ايه اول ما نور هينور الناس دي مش هتسيبه اللي شجعك للدور ده انك قلبت من شغير لتعيد لتعيد وبقيت اعيد كل اللي قرب منها انا طيب جدا انا طيب جدا تتمنى ابنك يكون ممثل اتمنى ابن يكون دكتور ولو حب بس انت كده مساعدة اتمنى ابن يكون دكتور اتمنى ابن يكون دكتور اتمنى ابن يكون ممثل ايه اي رايك بقى احنا نسأل يوسف بقى نفسه يوسف محمد راجب يا جماعة منورنا طبعا النهاردة اه منورنا احنا جايين يوسف مخصوص النهاردة معنا عشان يقولينا حول يقول بقى نفسك اه نفسي اكون دكتور انا ده بابا بقى سيطر عليك طب ايه اللي تقال في شخصيتك قبل يوسف وبعد لان كل حاجي كلمة بابا لوحدها انا بالنسبالي بتحوك قبل يعني مش محتاج هو بتحكي عني ابن شوية اه طوالctor تقول ايه ضعيف قدينه المستحميش بنرجع بقى لمحمد راجب اللي قلب الدنيا في بداياته كان فتأ احلام بنات كتير اوي بابا كان مكاستر الدنيا و لحد دلوقت يعان ما حصلش معاك موقف من معجبة كده مش لطيفة او مش قادر تنساه والله حصل زي ما بيحصل مع كل الناس مفيش حاجة مفيش حاجة يعني هتلاقيها مختلفة يعني مفيش حاجة يعني فيه ناس بتركز بالزيادة وده بيقلقوني قوي حد يتبعك حد يطردك حد يمشي وراك الجو ده بيبقى موتر جدا يمشي وراك اه 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 بيقلب معايا انا بتقول ترشي شفت بقى بابا ناس بترقبه شوف تخيطه موضوعه مش دلوقتي طب رقب ليه انت قبل ما فكرتش في المسرح وانا عارف ان انت عندك طاقة وعندك باور انك تقدر تعمل ده اه فكرت 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 من بعد اما جاتلك لما ضلعت على المسرح وخدت الجايزة انا ويوسف فكرت والله العزم اذا ما بقولك كده اصل انت عندك الطاقة دي شايف بقى الناس قدامه واحنا بنقعد كمان كتير هو تكتف يعني رجب متحدث لبق يعني يعرف يتكلم وخجول في نفس الوقت واوسعان. 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 تلاتة. لا يوسف 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 لا مش شك تواوسعان. لا هو كمان ساعان اه. ليه 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 الخطوة دي اتأخرت لحد ما اتفكر فيها نهارت. بصنا انا كنت مشغول جدا في السينما. وحتى في الظروف الصعبة اللي احيان كابتن مور بيها السينما الحمد لله قدرت اني كلي تواجد كل سنة يا عيد صغار يا عيد كبير. جيت بعد كده فكرت في الدراما. الدراما موضوعها كبير مختلفة. وما كانش عندي ورق وربنا وفقني ان اتقابلت زي ما بيقول لك بحمد عفتاح واسماعيل فاروق فاتيت افكر ازاي يقدم الدراما بحبها. وليت نفسي في الدراما جدا ممتعة. في مساحة كبيرة جدا من المعيشة. لان الفيلم مفوش المساحة انك تقدر تعمل دراما كتير يعني هو دراما لها طعم تاني جدا لها طعم ممتع فانشغلت بيها فبتحرق بتسرق السنة عشان تكون عايز تعمل حاجة كويسة حاجة كويسة حاجة كويسة ان انا بذكر في السنوية عامة من جديد وانا بقدم الموضوع. امتى تهاجمت وحسيت انك مش عايز تكمل بقى زيت. او حصل لك موقف حسيت بقى انا 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 قفلت مش شغلان. بصراحة انا عمري ما. بس اكيد جد بيجي احزارتي اقسل اي حد انا ساعات بحز لزيت. حبيد لله زي حاجة خلوة جدا. بس انا حاربت كتير. مقاتل يعني. اه. شخصي. مستحيل يعني. هي الحياة كده. بس ما مصلتش للاحظات يأس كبيرة او حصلك دربات او خبطات. لا حصلي ثبات شوية في ثبات شوية. انا انا شايف ان عندي اكتر وشايف ان انا اقوى وشايف. شايف. بس في ثبات. لغاية ما راح اتضربة تاني وراجعة تاني. فهي كده. اشتغلت في السينما في عصرها الدهبي. اشتغلت في السينما دلوقتي. اذكر خمسين فرق فرق. من السورتين. ايه. انت حزستين نجايا من قام لاب يدويس. انا قبل 2011 سينما وما بعد 2011 سينما ولا جدال على الاركيب. صح او لا غلط. في كل حاجة. كمان السوشيال ميديا غيرت حاجات كتير. في كل او جوغ. في كل او جوغ. انا اخي فيلم ليالية فيلم بيكيا. اه بيكيا كان 2018. لا انت اشتغلت كتير بعد 2011. لا بيكيا وعملت ابو اخته وعملت خلبوس وجوجل والحفلة. اعملت عملت كتير. اه فانت اشتغلت قبل كتير. هي بتختلف من شركة لشركة بالنسبة لي مش مش اختلفات. مش مش لا السوق والسينما والقراضات والتقفيل. وفرق التكت وكل ده طبعا بتختلف. لا تقفيل السينما وكان مش عارف فيلم مين نازل مع مين وموزع ومين. والله يتبه في الاخر في الاخر خالص انت شغال مع اني شركة وبتحتويك ازاي وبتحتوي الفيلم ازاي. في حد يخش على الفيلم يسلقهولك وفي حد لعبي مقاتل. واشكال الدعاية. مقاتل معك في الفيلم ومقاتل في الدعاية. وده رزق بقى يعني. مش كل الناس بتبقى على نفس القلب يعني. في شركات حطيتها في البلاكليست اللي هو مش تشتغل معاهم. يعني اختياراتهم وطريقة. والله بيحصل بشكل مؤقت ما بتختلف. وفي الاخر. سو ده. نيفر سي نيفر. اه. نيفر سي نيفر. بتتقابلوا. بترجعوا تاني. اه اه او انا بسامح بسرعة ما عرفش. لا هو نيفر سي نيفر في السوق بتاعنا ده. اوقع تقولي مش هيحصل. كل حاجة بتتغار كل يوم. والله يرحمك يا ام. علش. والله يرحمك. كلامك حلو قوي هي. وحتى اسمك. اسمك ده تاير في الملكوت. لا منه رهام ولا منه هشام. لا بجد والله. انا بحب تبدي اسمك. ناعم وبسيط. بتحس انه جوه حلم. الحفلة. ايه اللي خلى قلبك يجيبك انك تطلع مش بطل. فرغم انك انت كنت في الوقت ده بطل. وتعمل الدور ده. طبعا هو الدور كسر الدنيا. وانا واحد من الناس لو انت هتقولي اكتر الدور بتاعي حب تفرج الحمز جاب دي. انا بحب جدا الدور وبحب الفيلم. ده. اه. آس حبيبي وعشرة عمري. انا ده عارف طبعا الناس وانت هو. في المذاكرات مراس. من قام مذاكرات مراس. الدور ايه اللي خلاك تقول اوكي. يعني انا عارف ان انت با عندكش مشكلة انك. اول حاجة اول حاجة واقل. اه وقل عبد الله. اه ليه فضل عليا. في انه قدمني في بدايات حياتي وشفيا نجم. وانا كنت شغال خلاص بعمل افلامي وكده فاكلمني قال لي اه في موضوع عندي كويس. روحت اتفرج على روحت روحتول المكتب وزي ما هو معداد ما ادكش ورق بيحكي لك اه لان كنت انا وعز مدين في نفس التوقيت بيعمل له فيلم يخلص يدخلني وهكذا خلص يدخل عزي فارق الورق قلتو تمام انا معك مصر موضوع حصل كده من غير محاولتش يطنيعك ومحاولتش دور فده بس عشرة عشرة عمر يعني مش مش كنتش شايف حاجة في الورق ايه كتير جدا لطاف جدا ولزاز جدا مش هو الكراكتر اللي متعرف عليه انه لازم يبقى عنيف او عنيف وخالص وكان بداية احمد علاء المخرج صح كده يعني دي كان احمد علاء المخرج كان اعتقد الحفلة ده بدايته كان كان تقريبا ما اعرفش هو كان في بس ده انا اول مرة اشتغل معي بس كانت فكرة حلوة بتاعت الرفيرس بتاعت الحكاية اللي انت تسمحها بكزا طريقة طول الوقت انا شفت الزبط اه بالشكل اللي انا قدمت عليه شيك دمه خفيف اه وبسيط الانسان في الاخر اه اه ما كان بيحطوه في قالب كده معين انا شاف انه هو مش مش منطقي اه 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 القطوة اللي جاية او الحاجة اللي جاية يعني احنا انت بتحضر في نفس السكة ولا الناوي تطلع وره كل اللي عملت يعني الكوميدي اللطيف اللي في وسط حكاية موضوع تاني خالص انا جبته عشان راجع لازم افكر في تغيير جلد بقى بشكل عملت اكشم في كلاشنكوف وما كررتهاش ازاي هو فيه فيلم عملته مفوش اكشم لا بس كان كلاشنكوف ده قاتل محترده سيريا كيلر اللي هو حاجة انا بحب الفيلم ده جدا هو كان يتعمل واحده اه يعني ليه ما جربتش تكمل ده وخصوصا انك عملته حلو قوي اللي هو القاتل المحترد طب ليه ما لحافل ان عامل دور الزابط ده خدت فيه تلات اربع جوائز والناس حبوه جدا وكان دمه خفيف جدا ما قررتوش باش انا محبش على حاجة الاخ الكبير عمل بس نجاح خيالي وكنت ممكن اعمل جزء تاني ما جوتش حافظ ان الاخ الكبير فيه من ريحة سلامة واخته لا خلاص عشان شعبي باش باش اه ده استسهال بس في اللي كنت تشوفه زي ما عملت الاخ الكبير وضربت معلم ما جاء لي تعليقات انه هم لا ام 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 امش تعلق بقى لا وده نجح وده نجح وده فوع لي دي تمت صعود وضربت معلم تمت صعود وابتكلم فيها عن بر الوالدين ان انت لما تبر ابوك وامك الدنيا كلها تجي لك لك تحت رجلك ده موضوع والاخ الكبير سواء اوبر بيكلم عن الاخ وارجولة الاخ في البيت المصري ازاي يعرف احتوي بيته واحتوي اخواته البنات ده موضوع ده موضوع فانت ما ما بسمعش التعليقات اللي هي اللي فيها السازاجة دي برو يعني ما تجيش تمسكلي هنا في حارة وهنا حارة فاتروح موضوع بما انك رجل بتشتغل شعبي ومودرن والترا مودرن و رأيك ايه في موضوع الاغاني والمهرجانات والمشاكل اللي بتتقيت شايف ان الفن ليه شكل معين او حكر على حاجة والله انا بسمع كل حاجة حلوة انا عايز اسقلك بقى انت بتسمع اغاني مصرية ونجأت اه بيسمع اغاني مصرية ومهرجانات وكده لا مجهران مهرجانات لا مش بس مش بحبت مش بتحب تسمع ايه وجز تسمع وجز لا ما تسمع هاني اسبني سألتك هاجيب الردع غد الننة ها حافظ اللي بنية دي جايب ايدي الردع عشان اغد الننة مش حافظها مش هقول كده والله لا 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 بيجعل له بنية حلوة اللي انت غني تاني في العربية اه اه انا مش حافظها طب بتقول ايه احنا احنا حافظة احنا اول اتلاقي وجزهات ومش حافظة والله مش حافظ طب خاص بتقول ايه عشان احنا نغنيها والله مش حافظ مش حافظ طيب خاص طيب خاص نرجع بقى اللي بداية كلامنا قلتلي انا بحضر حاجة للسنة اه حاجة بعيد حاجة انا وسماعين عايزين نعرف المهرجانات بس الاستاذ رجب. اه بالنسبة مهرجانات حضرتك بقى. مهرجانات? اه يعني انت رأيك في المنع وفي الشكل يعني انت بتسمع مهرجانات? اه والله شوف انا باسمع نجات وباسمع فايزة. باسمع باسمع حاجات طيلة او بتاعت زمان. اه. جدا. بحب اسمع وردة. بس ممكن اسمع مهرجانات بقى. لها توقيت عندي كده انا راح اكتصويرة وحما فوق بيها. بتسوى انت. يعني شايف ان كل الحاجات زي زي الريدبول كده. حمد الله على السلام معالم جابر. حمد السلامك باشا. انت عرفته مكان ازاي. احنا مرهبين افراد المؤسس دي بقاننا فترة. ومتبين كل حركاتهم. وعلى فكرة. المزرعة دي بتاعتهم. اول ما معاني مشير دي بقلقني بخطفك وديني برقي يخصهم. ده سهل عينك تحمل مكان. المهم انت تمام وكويس. الحمد لله باشا ربنا نخلي كل مصر. شكرا باشا. شكرا. اشترك حاجة. معاك يا حبيب. احنا عادينا قوضى الليمت ومكملين للسوق. والقعدة بصراحة معاك تحفة. اسلامين انا خلينا. خلينا بقى نرجع في بداية حوارنا. قلتلك على السينما. اتكلمنا على السينما. قلتلي انا داخل على عمل سينماك. ان شاء الله. بازن الله. اه في اي شبه من اي اعمال انت عملتها قبل كده. لا بما ان انا مختفي عن السنة ما بقى لي ثلاث سينين. فان شاء الله بحضر حاجة هتبقى مفجأة انا واسماعيل فروح وحمد عفتاح. وهتبقى مختلفة كليا على قدمت قبل كده. ان شاء الله. امتاج مين? اه هعلم بعدين. ومعاك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايزة بقى اسألك سؤالتي. ايه اكتر شخصية انت عملتها? فعلا قريبة لمحمد رجب الفنان الشخص العيد مش الفنان. اه يعني انا كنت هتسرع واقولك اه تمن دا ست عشره. اه. بس اه لا كل فيلم اه في حتة مني. الخلبوس. اه. الخلبوس في حتة مني. اه. بحس بابا الخلبوس فعلا في الحقيقة. ايه نفس الشخصية. ايه? ايه. طب جد. طب انت عارف كصة الخلبوس. معاي زي الخلبوس واسم مع الناس التانية معاي. اوه مع الناس تانية. مع الناس تانية ادعي الشراب. طب انا عايز اعرف حاجة انت ليه اه يعني ما نيجي ندور في تاريخك كده وفي ارشيفك. مكلف في في الحوارات الصحفية في الزور في التليفزيون في 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 اي حاجة. ليه مكلف كل حاجة. يعني انت لو دورت على على جوجل ما هتلاقي مفيش تقريبا لقاءات اخر. تعلم بيبعاني انتروفيو كل سنة او كل سنتين او يعني اه فعلا ده حي. عاصد? يعني انت عاصد. يعني انت عاصد. يعني انت بتبقى على الشغال وعمل نجاحات. يعني عندك اللي تقوله. والله ما عارف يهواري هو ده انا كان عندي مشكلة في الحتة دي. ببقى مركز الشغلي اكتر. وهم الشغل. الشغل اصله مش سكت. يعني من فكرة انك تلاقي موضوع واتحضره وتنزل به بيبقى في عدة مشاكل في كل مرحلة. فده يمكن بيبقى اه وخدمي اكتر وانا ما محبش اطلع غير لما بتبقى الحالة المزاجية اه يعني عندي حالة مزاجية تساعدني على انه اخد رحتي في الحواريين. لكن اه وممكن برضو شوية اه تكاسل مني. ومن ده علادة. ففكرة ان انا اجي معك انا ويوسف المهرجان اه وشواشة اه علجت فيها حاجات كتير. يعني يعني ممكن لفضل اللي جاء نشوف تغير. ان شاء الله. وبالنسبة لاخ يوسف. انت بتحب الكرة يوسف? جدا. جدا. بتشجع مين في السعودية ومين في مصر? الهلال في السعودية او في مصر زمانك. زمانك. زمانك اهوي. انت انا اهلاوي زمانك ليه? احلو مشكلة بقى كده مشكلة. عشان جده رجب كان بيشجع زمانك. يعني فانت بتشجع زمانك عشان. طب عارف اسامي العيبة? لا. طب في الهلال. اه يعني الدراسة اه الدراسة اه اولى من هذا. بس فيه عجازة. يعني فيه وقت بتبقى ما عندكش دراسة فيه ممكن تفكر تاني وانت تلعب فيه. ايوة لأ انه اصلاك نمن اكبر تكون لعبكم. ايوة. ايوة يعني مو ان شاء الله لو ربنا اراد اه يعني لما يكون عندي وقت فارغ اه انه يلعب كرة. طب احنا قلنا دكتور ولا لعيد كرة بقى? عايزين نسبة على حيك. نتنين. نتنين? نتنين. قلنا لي جيت لو انا في البرنامج. قلنا بالنسبة بقى لي وسم. انا سمعت بقى. اقول لك الله. انا سمعت بقى دا اشتغد عمالي يغمسني من قبل الحلق. طب انت بتلعب في ايه? ما تقولوا انت بتلعب فيه? في نادي فرنسي. نادي فرنسي? ايه دا بتلعب في مركز ايه في الفرن. لا انا هو النادي الناشر الحج الفرنسا. اه. طب وهتكمل فيه? ايو حكمل فيه ان شاء الله. مشجل سنة فيه. حلو جدا. ان شاء الله يشوفوا لعب كيس يطلعوني فرنسا معاهم. حلو جدا. محمد رجب لو هتنتج فيلم دلوقتي حلن محمد رجب. هتنتج فيلم شكله ايه? وعندك كل الامكانيات. وهتقول لي هتنتج فيلم شكله ايه? هتجب من مخرج وحيبق من بطل. هتمعين إخونا وصاحبنا عشان بس مايبقاش فيه ايه احرام. مش غير إسماعيل فرنسي. وهتبق من البطل اللي قدعوه? اول حاجة هعمل فيلم وكوميدي عشان يوسف اه. بيحاب بكوميدي. اوكي. واتمنى طبعا اعمل فيلم لاطفال دي امنية تحقاتي. وان شاء الله. ويوسف يطلع معايا فيه. طبعا. طبعا. وعمل معها علاقة ودور جديد جداً بإذن الله بإذن الله الناس عتحبها والأطفال اللي حبوهم طيب إيه بقى ده أطفال وكوميدي مين البطلة اللي ممكن ده بقى قدها مين البطلة ده يعني 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 انت لقى تخطأ معاك بلجة مفتوحة وشايف مين اللي ممكن تبقى حابب تعمل معاك تعمل ده وتو بتحبها يعني انت أكيد بص هو سؤال صعب شوية على حسب الدور وعلى حسب أحنا بيقول مثلا مثلا ياسمين عب عزيز طبعا طبعا اشتغلتوا مع بعض اشتغلنا مع بعض أول فيلم طبعا وأنا بحترمها وبعزها جداً شفت الدم جميلة ووقفت جنبي جداً لأن كان أول فيلم اللي هي كان تم تحكي لنا بقى القصة ده يعني الفيلم ده من الأفلام اللي نكحت لكم جداً وكان فيه كوميديا وكان فيه أكشن وكان فيه كواليس وكان فيه ووضيع بدأ إزاي والحكاية مشت إزاي والله الفيلم ده هتحضر في السنتين عشان مر بمشاكل كتير قبل سنتين؟ وكان متحمس جداً يقدم بطن وبتاليت أشوف بقى رضوط أفعال غريبة جداً من بعض الناس اللي اترشحوا في العمل هل شديش ده عشان انت لسه أقول اه عارف الناس بتفاصل فيك بقى فيه ناس عندها عروض لنجوم قريدي مطروحة على السوق وده لسه بيتجربوه فكذا حد رفض كذا حد رفض يعني بغض النظر على الأسامي يعني اه فجات ياسمين وفقت بالدور وعملته وكانت يعني وقفت جنبي وقفة انا منسهاش أبداً لها يعني يعني وكانت في الوقت ده كانت ياسمين اشتغلت وكانت موجودة ياسمين نجمة طول الله طبعات ياسمين حققت معادلة يمكن مفيش حد حققها من ايام نادية الجندي ونبيل عبيد بالزبط ان هي بطلة السنمة نجمة اللي تقدر تشيل فيلم باسمها وتقطع تذاكر وتنجح بالزبط فيه ناس اكيد رفضت تشتغل معاك زمان وبعد ما بقيت نجد اه يتمنوا يشتغلوا معاك او حاولوا يشتغلوا معاك استضمت بحد فيهم بص حصل كتير تماما وفيه ناس في بداياتي ساعة انها تاخد أدوار ادوار كنت هلعبها يدوب كتف يعني اه في اوقات ما كنتش تستحمل كتف ومش بداي الفضيلة وطلبتهم في شغل واشتغلنا سوا وتسمحتوا وتصالحتوا وعملت معاهم احلى شكرا ليه من غير لي ماعرفش اقسم بالله العظيم معاك طب ما فيش حد ما سامحتوش يعني ما فيش حد في حياتك ما فيش حد في حياتك ما سامحتوش طب اللي تعمد هل في حد يتعمد يزيف اه طبعا طب ايه طريقة الازم مش عايز عارف مين بط يعني عايز عارف ايه الموقف نفسي ايه شبت الموقف زي انه بتبقى انت مستقر وعندك شغلك وليك امل كبير فيه ويطلعك منه يطلعك منه ليه في حد بايده يطلع على حسن ما بتتكلمش على اه انت مش عام طب وانت ايه اكتر اشعاع سمعتها عنك دقيقتك تلعه طريقا والله انا عمري ما طلع عني اشعاعات ليه بقى فعشان في حيا لك امكان تشبان او عشان ما بتتبقى عشان ما بتطلعش باقصack ايه اه AKYYA اخالط ا انا شفت اشعاعات كثيرة شفت اشعاعات كثيرة شفت اشعاعات كثيرة يا اكلوا بيعمل فيلم جديد كده اه ده اغبار اضافنemia الحيفاتي مش حالوه قال ليه بعمل شغل من رجل ممكن يبقى فعلاً كانوا يتفق على الشغل ومعملوش أولاً مش هقول إنه في حد كان بيكس إنه أحد كان بيطلعون فيديو إنه واحد بيقول له كلام مش حلو كده ومدرعيه ومركبين وشه على هذا كان الواحد حريف اللي حاطت وش بابا واحد حريف ده دي عم السوشيال ميديا بقى إنه أي حد بيعمل أي حاجة في حده ممكن أقول لك على حاجة يوسف أي حد ناجح ناجح وفي شغله منور لازم الناس تعمل كده معاً ونعم فعشان بابا ناجح كل الناس بقى ممكن تستقصدوا كده حاجات بسيطة لكن لا مش كثير يعني ده التانية دي أخبار مش إشعاعات الأول لا بطلني تمثيل يا رجب تشتغلي لو قررت إنك تبطل هتشتغل لا أنا عمر ما تقرر أبطل يعني طيب لو هتشتغل شغلات تانية جميل التمثيل أنا في شغلاتي أنا ببقى بموت وحقيقي تعبان مش قادر لا تنفس ولا وفي دور برد ببقى ميت أول ما ألبس وأشتغل خلاص ما تتكلمي يا بنتي ولا إحنا هنبات هنا إيسا فريدة في عرضك إنسكت ليه إنتي الأمن الوحيد من طاقي وليلهم يا ابني ما تتكلمش من غير إيسدي يا باشا ما أنا هتجنم حربي إحنا قدام السيد وكيرني يبقى إيهدى ممكن أعرف إنسة فريدة علاقتك إيه بالمجني عليه أنا الكريم يا فندم أريين فتحة والمفروض أن خطبتنا بعد إسبوعين ودبانا عملاكل على فين بقى إن شاء الله طلعين رحلة والرحلة دي في الهرم ولا البرج لا رأس شيطان عندي الكفر يعني بقولك إيه؟ أنت هتحبسني جمبك ولا إيه؟ أنا ما تعودتش على كده أنا أخرج وقت ما أنا عايزة وأرجع وقت ما أنا عايزة ده كان زمان يا مين بالله لو ما تلميتي لابعتك سجن الأناطر ما تخرج منه أبدا طلعي فوق والله اللي سلم نفسي ممكن أسألك سؤال شخصي مساحة الدريسنج بتاعتك قد إيه؟ كمية اللبس بتاعت النهاردة يعني ما شاء الله الشياكة واللبس ودايماً ألاقي صور وده هو اللبس ده بروح فيه؟ أنا بابا ليه؟ يعني أنا لو نفس المآس كنت هتقيني عندك في البيت بابا ليه غرفة كاملة حاجة لبس دواليب في دواليب فيما مرت في دواليب فيما مرت انت ايه موضوع اللبس ده ليه بيستهويك قوي كده؟ مزاجي حلو أشتريه دو مزاجي وعيش أشتريه دو يعني أنا يعني أصد بتغير مزاجي لو عندي مشهد النهاردة مالوش ريكور قديم وهلبس فيه لبس جديد يغير مودي ويبقى اليوم بدايته لطيف يعني أسه ما عنديش هوات على فكري من اللي بيعمل لك الستايلات؟ طبعا عندي في كل لا مش الموشنسلات ستالك اللي في الحياة انت اللي مفركب الوين كده؟ على حاجات كتير جدا مواقع عالمية بطلق عليها يعني انت مهتم يعني ما ديساش لنا برضو رجل فنان تشكيلي يعني يا تستنيني بقى لماته طيب مين اللي فعلا كان نقطة فاصلة في حياتك غير المنتج والعطاء؟ يعني مين الشخص اللي فعلا كان في وقت عداك من محنة او عداك من قزمك؟ الشخص اللي عداني من اكبر ما احنا مرد بيها استاذ حسام شاوي ده اخويا طبعا ومليه مكانة كبيرة جدا في قلبي ويوقف معايا وقفة في وقت كتب امر بظروف صعبة بتمنى له الخير والنجاح وهو قد الدنيا كلها حسام شاوي حبيبي طب ومين على المستوى الانساني برا الشوق؟ برا الشوق؟ يعني انا بساعد بحسك انك انت وصححي لو انا غلط وحيد او منعزل لا خلص يعني ما بحسش ان انت يعني لو يوسف هنا تمام يوسف مش هنا بحس ان انت يعني تيجي عندك شغل تقعد مع اسماعيل او ما بجيش او ما تظهرش لا يعني زي ما بقولك كده ببقى طول الوقت في وقت التحضير ده ببقعد في البيت مركز يعني انا وقت السيناريو بتكتب وبتجي لحلقات ببقعد في البيت بحضر ما بين لبس وبدرس الشخصية وبجهز الدخول انا الموضوع عندي شوية بقبضوا على عصاب وبعد ما بصور بروح ليوسف اعمل عمرة ونلعب ونسافر وارجع تانية طرح هنلعب الموضوع الجديد دخلت في عمل قبل كده وندمت قلت يا ريتني ما كنت عملت ده فيه طبعا بس ما قدرش اذكرلك اسمه لاني يبقى بخبط فيه لا بس السبب ايه لا بس بعتبر ان ايه هو كان خطوة الحاجة اه يعني نقلة نقلة الحاجة كان خطوة الحاجة ولو هي خطوة بسيطة بس هي كانت خطوة الحاجة اه بس هو كان ايه السبب اللي خليكت انده بمسيبك من العمل السبب؟ اه انك وفقت البطل او ما كنتش عايز توفق بيها لا لا مش بطل هتكلم في عمل اه اه انا بسألك عمل كان سببه انك وفقت بناس انت كنتش عايز توفق بيه لا الحاجة ايه ما بيه اقبرش على حاجة زى كده انت في الاخر خالص بتشتغل بمعايير و بظروف ببقى بaatفاق جماعي وبقى بصيبت اخطاط في اختيار الا اه الدور نفت مش الموضوع اه مش الموضوع او شركة الانتاج ان انت مثلا عملت مشهد انت مش يعني كنت وقتها فاكر انه حلو بعدين تشوفم اه لا اما يتعرض تشعني انا مش عايز ابص عليه اه علشان انت دقيق او في شغلك يمكن. لانه في الاخر عايش معاك العمر كله. بس اناك سؤال بسيطة. لو انت النهاردة في راجل مخرج عالمي جاي. فانت عايز توريله عمل واحد من اعمالك كلها تعرفه انت مين. هو عايز ما اعرفش حمد رجل. فانت تقول له خد اتفرج على ده سواء فيلم او مسلسل. خد اتفرج على ده كده وانت على نعم. ما فيش عمل واحد يعبر عني لان انا لان انا اعمل. بس حاسس انك ابدعت فيه وعملتك. انا اعرفش تمثيلك انت نظر. والله يا هواري سؤالك صعب لانه كل حتة انحطت فيها حاجة تانية ملاش علاقة. انت عارف ان هو ده انا لو شفته هبقى فاهم مين محمد رجل. ممكن مش مية في المية. بس هبقى فاهم مين محمد. لا اعمله شوريلي اول. ما يقدرش. مش قدر اجابك. لان كل عمل فعلا اه هواري انا انا تقريبا اه كل فيلم بقدم اه شكل جديد. شكل جديد. يعني الخلبوس ولا سلم باخته ولا بكية. اه. يعني لا وزن ولا شكل ولا صوت ولا ولا كاركتر. موضوع تاني خالص. كل حاجة مختلفة. لازم توريله اشكال كتير. لازم توريله اه. طب هو اه بالنسبة في فيلم سلم ابو اخته او بالنسبة للخلبوس. فكرة الابن الناس قوي والشعبي قوي. جبت ده منين جبت ده منين وهل ده اللي كان في الورق ولا انت عندك حاجة دفتها فيه. الورق بيتعامل على ايدي. سواء ده او ده. جبت ده منين وجبت ده منين كل واحد فيهم حتى محمد رجب. والباقي هو شافه محمد رجب في الدنيا. يعني. اه الحياة يا عمد. يعني اه. من الحياة من الاطلاع. بس ده حاج ده شخص وده شخص تاني خالص. بعد ما بتخلص تصوير بتقدم تفصل عن الشخصيات بتعرف تعمل ده. بس فيه شخصات بحس ان بعد ما. عايش فيها شخص. وانا بخلص ببقى متدايق وزعلان. بتبقى عايز تعيش فيها. اه طبعا معايش فيها. زي ايه. انا مش بعيش مدة التصوير بس. اه. يعني. وقت التحضير لما بين التحضير وتتصوير بتكلمي ثمان شهور. اوكي. ثمان شهور حدي بناديك باسم. بتتعودي على الاسم. اه اوكي. وبتحب الاسم. طبعا. بعد كده بتخلص الفيلم او المسلسل الناس بتبدأ بتناديكي بيه. لا لا بتتعمل اللي انت عايز. الناس بتناديكي بيه. طب تقعدينك سنة ولا سنتين بتتعود على الشخصات وتحبيها. ايه بقى الشخصات اللي انت حبيتها. بتنسيها بقى لما تخش حاجة تاني. ايه الشخصات اللي انت حبيتها وفضلت ايه ده انا لسه انا هنا. انا ما خلصت اشتصير. سأل ما بوقت مثلا من الشخصات اللي كان بتوجعني جدا. اه لانه اه حبيته جدا. اه جابر ابو المكارم. عشرين حلقة. اه. عشرين حلقة. اه. اه. عندي دراما جبيرة جدا مع امي وانا كنت بعشة امي الله يرحمها. الله يرحمها. فطول الوقت بعيت. وكأنني امي بتموت. كأنني امي بتموت كل يوم. وامي متوفية الله يرحمها امتي بقى لها سبعتاشر سنة. اه. فجدد عندي احزان والام واوجع. لغاية خلصت المرحلة دي. انا حاسن جواي حاجة. رغم ان خلصت كل الدموع. بس جواي حاجة جواي واجعة. ففيه اجوار بتقلب. بتقلب المواجعة تاني. فضل. 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 يلا. يلا كتل خير. يلا. حد الشيء عزيز. شدة بالله. يلا يلا. 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 توقع الله. توقع الله. توقع الله. توقع الله. فينا لله وإن إليش رجوع. اوم يا جابر يا ابن. اوم. اوم. اوم يا جابر. اوم يا ابني. اجمس كده. اه. الكلام الفلسفي او اللي بيتاخد على السوشال ميديا من اعمالك. يعني دايما كده بيبقى ليك جملة. ده طويلة فيها استرسال وفيها موضوع. ده مش في الورق. ده منك? ولا انا غلط هو في بيبقى في الورق. لا بيبقى في الورق. بس هو شبه دي. لا يعني ما هو كله بس. اختلاف الاعمال باختلاف المؤلفين يعني في سلمة بوكتو. اه. او في صبر جوجل. او في في الاخ الكبير. اه. هتعلم في جملة. اه. فيه كده اللي هو. كلمة في سلمة والله في دراما هو اللي عشان تبادي عندي. اه. تعرف انت اللي هو في حد بقى. اه. ما هو مش كل اللي حصل جاءه. اه. 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 ايش تقيم اللي قدامك وقعد عالكورسي بتاعه. اه. ده فين بقى. هتجاوب على كل اسئلتك من غير ما تسأل ولا سؤال. ومن غير فاتي. ايوة. ده بقى موجود منه في كل عمل. اه. ده منتشر جدا. موجود ده موجود منه في كل عمل. مش فقط عارف لو عمل واحد او مع سيناريست واحد هقول اه ده ستايل السيناريست. لكن في من ده. لو من بكي هتلعلك. لما كان في الاسم وبيقول للزابط اصلحنا. اه. اه. في عندك حاجات. اه. ده انت بتوع تكتب. اه. في حاجات انا بتبقى جواية بضفها. بس يعني ولا لازم يبقى ده في الورق. يعني انا ما بفهمش. لا في حاجات طبعا موجودة في الورق. ما هو انت حدد لي انت شفت ايه وانا اقول لك. ما هو انت عارف انا اصدي. اه انت شافوا ستايل الحياة. اه اه. انا 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 ساعات اتفاز لك وتفلسل. مش مش لا مش اصدي كده. اصدي اني دايما عندك الحتة عارف اللي هي في المسرح شوية. حتة المونولوج المرال. بتقوله المرال بمونولوج حسب طبيعة الشخصية سواء بتقوله شعبي او بتقوله بشكل نظيف او بتقوله بشكل فلسفي. انا كده انا كده انا انت استضرفت صاني عشانا مقصر فيك. اه 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 انا مقصر فيك. اه. ايه. بس خلاص. كل مستادي Porque كل مستاذه على الفيسبوك. انا مقصر فيك. كل مستاذك يعني فيك اللي مقتصر عشانا اكبر! انا مقصر فيك. اه دي حقيقة. من الزمان. دي حقيقة. انا مقصر فيه الدرجات. ايوة طبعا. وانت مقصر فينا. انا عايز اقول لك اننا مبسوط اول حلقة. حبيبي يا عبا. ومبسوط بوجودك ووجود يوسف. مبسوطين جدا. ويا رب نكونش طولنا عليك. يا حبيبي انا حسنا انا في البيت عندكم. وخدمنا اه. هو قد انت قعد عندنا هو بيتنا برضو قناة النوار مش بعيد عليك. طبعا. طبعا. وشواشة دي بيتك. طبعا. ومكانك. ودايما ناجح. حبيبي اسلام. يوسف نورتنا. وانا مب يوسف. اه طبعا. بس لازم اقول له انه نورنا. يوسف بعد ميلاده. يا جماعة اليومين دول. فقررنا نحتفل يوسف بعد ميلاده. معنا في البرنامج. شكرا. فلسه هنقوم نحتفل. نورتنا يوسف. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. نحتفل بعد ميلاد يوسف. وشوفكم. شكرا. 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 شكرا.